يمكن انا اول مرة اتكلم في الموضوع ده بس يعني من باب لا يؤمنوا احدكم حتى يحب الاخي ما يحب له نفسه فانا هقول لكم يعني شوية حاجات البيع الشاطر بيعملها فيكم لما بتروحوا تشتروا منه اي حاجة وده على فكرة شطارة دي مش حاجة وحشة بس احنا بقل ايه بنركب المرجحة هاضرب امثلة على طول لان الامثلة هي اكتر حاجة بتوضح المعلومة اول مثال هافطرض معاك ان انت رايح تشتري وجبة اكل الواجبة دي وليكم بمية جنيه فدخلت وقلت له انا عايز الواجبة قال لك يا فندم والله احنا عندنا النهاردة او لمدة 24 ساعة واخد بارك من الكلمة دي عرض ان الواجبتين عليهم دسكاونت 25% فانت تقف مع نفسك كده تقول والله فرصة واحد جعان او ممكن ياخدها هيديها لأي حد مع ان انت كنت دخل تشتري حاجة معينة خلت تشتري حاجة عليها زيادة الخدعة دي اسمها أوفر سيلنج خليك تشتري حاجة زيادة انت مكنتش محتاجها قوي في نفس النوع اللي انت كنت عايزه المثال التاني هافطرض معاك ان انت رايح تشتري كوفي مكس فرحت قلت له والله انا عايز علبة كوفي مكس فالبايع الشاطر قال لك ايه قال لك الفندم انت بتشرب الكوفي مكس ده في كوبهات عادية ده في مج نازل تحفة فتقعد تبص كده وممكن كمان يكون نازل عليها عرض فتبص كده تقول والله فعلا الكوفي مكس مشيح لغير في المج فتروح الشيار المج مع الكوفي مكس مع انك اصلا كنت رايح تشتري ايه الكوفي مكس بس الخدعة دي اسمها كروس سيلنج اللي هو الشيء لزوم الشيء خد دايق بتاخد دمعة الخدعة الثالثة البيع الشاطر بيوجهك للحاجة اللي هو عايز يبعها مش للي انت عايز تشتريها للحاجة اللي فيها هامش الربح بتاعه اكبر مثال علشان نفهم انت مثلا رايح تشتري فطير بسكر جميل كده فرحت والله يقال لك الصغيرة بخمسة وعشرين جنيه والمتوسطة بخمسة وعشرين جنيه والكبيرة اللارج بخمسين جنيه انتو اوتوماتيك بتعمل ايه تقول له هات الكبيرة لان الفرق ايه الفرق من خمسة وعبعين لخمسين ولا حاجة وهستفاد بكمية كبيرة مع ان انت اصلا ممكن تكون عايز تشتري الاسمول بس هو عامل فيك ايه هو في الحقيقة خدعك او هو ساطر وعرف يبعلك اللي هو عايزه الخدع دي اسمها ديكوي افكت او انتو بتشتروا يا جماعة خلي بالكم الاوفرسيلنج خلي بالكم الكروسيلنج وخلي بالكم ديكوي افكت او احنا بنشتري نعمل ايه نخلي عندنا هدف واضح انا داخل اشتري كذا خليش حد يضحك علي او يخدعني او حد يكون ساطر يخليني اشتري حاجة انا مش عايزة خلاص شما ليش فالوس خلصت في الاخر ونقول راحت فين وبذكركم بقول الله عز وجل واكلوا واشربوا ولا تصرفوا انه لا يحب المسرف يا سلام عليكم